أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمديرية ردفان بمحافظة لحج كمية من المواد منتهية الصلاحية التي تم ضبطها في محال تجارية بمدينة الحبيلين واحتوت على بسكويت وعصار ومشروبات غازية ومستحضرات تجميل ومنظفات ومواد أخرى ووضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية فضل عبد الحداد إلى أن عملية الإتلاف تمت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية مشيرا بأن هذه الكمية هي الثالثة خلال العام الحالي التي يتم إتلافها بعد حملات نزول مكثفة قام بها فريق التفتيش بمكتب الصناعة والتجارة بالمديرية